الموازنة الأخيرة في عمر المجلس الحالي لم تحظى برغبة نيابية لمناقشة ما جاء في بنودها لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم أو تضمين المشروع خططاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بحسب ما جاء في كلمات 27 نائباً على مدى جلستين على غير العادة وبعد جلستين فقط خصصتها لمناقشة النواب مشروع موازنة العام 2024 عرض خلالهما 27 نائباً رؤيتهم حول ما جاء في المشروع فيما تجنب الغالبية العظمى ابدأ آرائهم ليعلن عن تخصيص الجلسة القادمة للتصويت على الموازنة سيتم التصويت غداً على الموازنة ترفع الجلسة إلى صباح الغد جلسة مساء صباحي ساعة عشر ونص ردود النواب الناقمة في معظمها على مشروع الموازنة تفاوتت بين متشائم من تكرار نهج الحكومة الاقتصادية في كل موازنة وعدم تجاوبها مع مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وآخر يسرد مشاكل ومآس دائرته الانتخابية تجاهلها مشروع الموازنة ومنها ملف الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم في كل شهر لقد اعتدنا خلال السنوات الماضية على وجود العجز في الموازنة كجزء طبيعي من حياتنا ففي كل عام ننفق زيادة عما نملك ونقوم بتمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض ومن ثم نقوم في العام الذي يليه بالاقتراض مجدداً زيادة عن العام الذي سبقه ليس لسد العجز فقط لا بل ولسداد فوائد القروض التي تم اقتراضها في العام الذي سبقه ونحن نواجه في دوائرنا الانتخابية ارتفاع نسب البطالة بين فئات الشباب وكذلك فأن المدينية العامة بارتفاع متواصل من حيث محدلاتها ونسبها للناتج المحلي والتي ومن المتوقع مواصلتها بالارتفاع نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة يرون بأن ردودهم لا تسمن ولا تغني من جوع وأن الحكومة لم تعرها ولن تعرها الاهتمام النازم أقترح اقتراح لن يوافق عليه جميع الزملاء أن يتم التصويت على الموازنة مباشرة لنضع خطاباتنا في الأمانة العامة للمجلس ليتراكم عليها الغبار لمدة عشرة أعوام ليأتي من بعدنا من حكومات ومجالس لمتابعة ما تم طرحه في هذه الخطابة عزوف غير مسبوق شهدته الموازنة الرابعة في عمر المجلس الحالي لاقناعهم بأن الحكومة لم تأتي بجديد في مشروع موازنتها مع استمرار ارتفاع الدين العام والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وطرح حلول لتحسين معيشة المواطن لاحتواء اقترابات حركة الشحن في البحر الأحمر تواصل الحكومة البحث عن بدائلها لتسهيل وصول البضائع القادمة من دول الشرق الأقصى إلى العقبة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي قال لرؤية إن مجموعة موانئ أبوظبي أبدت استعدادها لتشغيل خطوط مباشرة فورا من خلال سوفون في درز عبر موانئ الإمارات إلى مرفع العقبة حديث الصفدي جاء عقب عودته من الإمارات حيث وقع هناك اتفاقية شراكة لتأسيس بوابة رقمنة لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل أنشطتها أحد الحلول التي بحثناها مع مجموعة موانئ أبوظبي تشغيل خطوط ما يسمى الفيدرز من خلال موانئ الإماراتية إلى موانئ العقبة وأبدو الإخوان في مجموعة أبوظبي تعاون كامل واستعدادهم اعتبارا من اليوم من الآن بهذا الإطار وطلبوا مننا أيضا التواصل مع القطاع الخاص طبعا بدورنا نحن من خلال طبعا تواصلنا مع وزارة النقل وزارة الصناعة والتجارة ستطبعا نصل هذه الرسالة لكي يتم التفاهم والتنسيق مع القطاع الخاص لبيان مدى احتياجهم وما هي البضائع وما هي عدد الحاويات المطلوبة وما هي الخطوط التي يتعاملون معها حتى ننسق مع الجانب الإماراتي مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل خط الفيدرز مباشر بسرعة وفعالية ارتفاع صافي أرباح مجموعة البنك العربي العام الماضي إلى ثمانمائة وتسعة وعشرين مليون وستمائة ألف دولار وبنسبة ثمين وخمسين في المئة عن العام الذي سبقه وأوصى مجلس إدارة البنك للهيئة العامة بتوزيع أرباح النقدية على المساهمين بنسبة ثلاثين في المئة للعام الفين وثلاثة وعشرين وأكدت مجموعة البنك العربي في بيان صحفي محافظتها على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى أحد عشر مليار واربعمائة مليون دولار وارتفاع الأرباح التشغيلية أربعة وثلاثين في المئة لتصل إلى مليار وثمانمائة وعشرة ملايين دولار وأعلنت ارتفاع إجمالي محفظة التسهيلات خمسة في المئة لتصل إلى سبعة وثلاثين مليار ومائة مليون دولار ونمو ودائع العملاء 6% لتصل إلى 50 مليار و 600 مليون دولار رئيس مجلس دارة البنك العربي صباح المصري قال إن نتائج البنك تعكس نجاح سياسته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته والتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية وأكد على قدرة البنك في الاستمرار بتحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصا في الخليج العربي